موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبة المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من البرنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية لولا الرافدين ونهري دجلة والفرات ماكو برنامج اسم أرض السواد أو هاي التسمية التاريخية مراح تطلق على العراق بسبب اليوم كثافة الزراعة بالأصور القديمة إلى اليوم رغم الظروف السيئة قاعدة أيشة اليوم الزراعة العراقية كميات المياه الواردة إلى العراق طبعاً اليوم المحافظ على نهري دجلة والفرات وواجب وطني شرعي أخلاقي اليوم يعني شيئين أنهم شرايين الحياة في هذا البلد تاريخياً مياه شروا بالزراعة حتى في الصناعات النفطية يدخل المياه بهذا الموضوع ولكن للأسف لو نقارن أنهرنا العراقية مع مثلاً دول الجوار بأرقام التلوثات وغيرها نحن أرقامنا تخوف في بعض الأحيان صح ما أنا أعتمد على تقارير ممكن الوكالات الأجنبية أو بعض يعني المو عراقية المو محلية ولا الرسمية اللي حقيقة أرقامها مرحبة ما أحبيت أنه أذكر بعض هذه الأرقام من بيها مبالغة يعني وشفتوا كثير من الأمور اللي يصير مثلاً في عام 2019 نفوق الأسماك بسبب فيروس المخلفات اللي يترمى من المستشفيات المطلة على النهار المصانع المطلة على النهر اللي يترمي حتى اليوم مصاف النفط اليوم أبسط مثال في بغداد في قلب بغداد مصفة دورة روح صيد لك أي سمكة من هذه المنطقة البقاء تلقسمك بنكهة نفط بسبب اليوم بعض التسربات اللي قاعدة تصير على نهر دجلة وأيضاً نهر الفرات في بعض المحافظات شنو هاي الأسباب خاصة لما نشاهد أنه جيهات حكومية هي أيضاً لها دور بهذه السلبية الكبيرة اليوم نحن على وزارات مؤتسات غيرها من هذه الأمور طبعاً راح نناقش كل هذه الأمور مع المهندس الأستاذ لأي صادق المختار المتحدث باسم وزارة البيئة أهلاً وسهلاً شرفنا بك الله يخلي وأيضاً نرى راح ينضم أن الأستاذ جمعة الدراجي الخبير المائم المحافظة ميسان نرحب به إلى ما يتم الاتصال مع حضرته أستاذ لأي تقارير كثيرة تظهر على تلوث المياه العراقية اليوم كوزارة بيئة هل صحيح مياهنا في بعض الأحيان بيها نسب تلوث أو هلاك مبالغات بدنا أعرف منكم هذه التفاصيل شكراً جزيلاً لقناتكم الموقرة ولجمهوركم الكريم وضيفك الكريم أيضاً وشاكرين دعوتكم لهذا الموضوع حتى نحاول نغطي قدر الإنكار نعم الحقيقة طبعاً مجابهة نوعية المياه فإحنا لازم نفهم أنه الظروف تختلف يعني لما أنت النمو السكاني زاد يعني قبل عشر سنوات قبل عشر سنة عدد السكان ما كان نفس العدد عدد السكان اللي عايشة على ضفاف الأنهار والمدن اللي عايشة على الأنهار التسعت وهناك طبعاً هجرة من الريف نحو المدينة وهذا واضح هذا معناه شنو معناته استهلاك مياه أكتب يعني من ناحية في المدينة وبالتالي مخلفات إضافية حتى أنه مو في مجال الزراعة والصناعة وغيرها هذا يولد مخلفات إضافية مع انخفاض مستويات المياه هذا معناته أنه النهر مو بسهولة يستعيد عافته تعرف أنه من كمية مياه عالية تجرف ممتي ببعض الملوثات تخففها وتوصل إلى مستويات ممكن يعالج النهر في الماضي لما كانت المياه شوية زينة الأمور ما تظهر لكن طبعاً أكيد مع وجود هذا التزايد هناك تحدي حقيقي لمعالجة تلعوث المياه وهذا التحدي مو يعني الحكومة غير ملتفتة لا بالعكس ملتفتة إلا بشكل جيد وخصوصاً في هذه الفترة وإن شاء الله نستعرض لكم حجم العمل اللي تتقوم بالحكومات والخطط والستراتيجيات والمشاريع اللي من شأنها إذا نفذت راح يعني تنهض من نوعية المياه نعم يعني هتكم أرقام على حجم التلوثات أنه قلت بالسنوات أو زادت أو شيء من هذا أنا خلي أحكي لك على أكوفة لجنة مهمة بالحقيقة هذه اللجنة هي برئاسة معالي وزير البيئة دكتور المهندس نزار آميدي نعم وعضوية كل الوزارات هذه اللجنة لمعالجة أو متابعة التصاريف السائلة إلى النهار إلى نهرية جدا والفرعة يعني إلى الأنهار وهذه هي استكمال اللجنة أصلاً أسست برئاسة وزير الصحة والبيئة آنذاك على العلوان نعم بتوجيه من رئيس الوزراء الأسبق دكتور عادي العبد المهدي وكان متابعة حثيثة لهذا البوض نعم حقيقة هذه اللجنة رصدت جميع الإطلاقات من مختلف القطاعات وحددت إجقد بيها يعالج بشكل جيد إجقد ما يعالج ووضعوا خطط ورؤى لمشاريع بحيث تعالج المشاكل الإخفاقات اللي اسمها لجنة 99 سين يعني أعتقد هي بأمر ديوان 99 سين نعم واشتغلوا ولكن صار نوع من الانقطاع والآن رجعت اللجنة بفاعلية تعرف احنا كنا وزارة مدمجة الآن لما نرجعنا وزارة مستقلة أيضا معالي وزير البيئة بيهتم بهذا الجانب بشكل كبير هو أكوى اجتماع أن تمت وإن شاء الله اجتماع قادم يكون هو اجتماع حاسم فمن خلال هذا احنا لاحظنا أنه الجزء الرئيسي يعني المصدر الرئيسي اللي هو نعتبر ثقل حقيقي هي تصاريف الصرف الصحي أدنى يعني مع الأسف بالرغم من أنه العراق دولة أمرها 100 سنة لكن أكو مدن كاملة لا تمتلك مشاريع متكاملة من حيث الشبكات الصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي إلا أن هنا بدت مجموعة مشاريع ناهضة في فترة من الفترات ووصلت إلى مراحل طبعا تقرف ظروف داعش والتمويل والمكفاض أسعار النفط صحيح صار حالة من التقشف وكثير مشاريع توقفت الآن هذه المشاريع التي توقفت رجعت هي بالحقيقات أكو ماستر بلان لوزارة الأشغال البلديات هذه الماستر بلان تقريبا ترفع أنه نسبة خدمة الصرف الصحي من ثلاثين بالمئة إلى غاية توصلها إلى خمسة وستين إلى سبعين بالمئة وهي خمسة وستين إلى سبعين بالمئة فالنسبة كل شي ممتازة لو أخذت التمويل الكافي لهذه المشاريع بعد توقف هذا اللي دام من الفين وارباطعش إلى الفين وعشرين الآن رجعت هاي المشاريع تشتغل أتخيل أكو واحد من المشاريع اللي مهمة كانت وأني دائما أثير الانتباه إلى ما حصل في محافظة كربلا بالرغم من تتابع الإدارات المختلفة لكن مشاريع الصرف الصحي في المحافظة والبلدة تحتية في المحافظة واحدة كملة الأخرى لم يتم إيقاف المشروع لأن هذا مشروع بلدة تحتية أساسي لذلك غيرت الحكومة مو معناها وقفت هذا المشروع وراحت غير المشروع لا ظلت المشاريع بشكل متصاعد تقريبا كل المحافظة عملوا بسنوات طويلة وانت صعب تعمل تحت الأرض شبكات طبعا هذه جوز للجانب السياسي يعني ما تحصل الضاءة الكافية ولكن هذا مشروع ستراتيجي فمثل تحصل شبكات الأمطار عن شبكات الصرف الصحي كثير من المشكلة أنه الناس تصرف على الأمطار وهذه ما تروح إلى معالجة إضافة إلى إنشاء مشاريع معالجة ثالثية يعني من ثلاث مراحل وهي مو موجودة يعني أصلا سابقا وتعالج المياه لحد تنقية عالية وبحساب لمدة عشرين سنة قادمة مع التنمية والنمو اللي يصير نعم هذا مشروع كربلا نقدر نقول كربلا هي المحافظة الأولى بهذه المحافظة نعم أنا أعتقد وهو أيضا طبعا أحيانا واحد أيضا هناك الحاجة دائما تكون من الاختراع يعني أنت تعرف المياه في كربلا وما يعتمدون على نهر الحسينية نهر الحسينية هو مو نهر كبير فرع من نهر فرع زين وهذا أكيد طبعا حاجة في الحفاظ على المياه يولد هذا القرار وهذا الحفاظ هذا الشي لو نشوفه مرة يعني بشكل مثلا أنا في مدينة البصرة أنا مثلا أتمنى أشوف مثلي مشاريع لدينا محطة حمدان قديمة بيها مشاريع تتحسن تنفتح مشاريع المراحل الثالثة يمكنها أو رابعة لكن لحد الآن ما تزال مشكلة أكو في داخل مدينة للصرف الصحيدة تروح للأنور الفرعية لدينا مدن كاملة مثلا أنا أعرف مثلا كاركوك الموصل حتى في إقليم كردستان حتى في إقليم كردستان لا تزال التصاريف مكشوفة مكشوفة أنا شايف وفي مناطق راقة في الإقليم بب بب في قلب أربي وهذا هو مو صحيح لأنه أولا هذه المياه هي ثروة يعني الصرف الصحيح تذويش قد نسبة المياه بيه تسعة وتسعين بوينت تسعة أنت تسوي مشروع المجارع على ما تتخلص من واحد بالمئة اللي هي المادة السليب الباقي الموجودة والبكترية العالقة بيه أنت تسوي هذا المشروع على ما تخلص من واحد بالمئة فأنت بالحقيقة تستثمر في تسعة وتسعين بالمئة من المياه فأنت قد تتطل المواطن مي راح تسترجع إلى النهر بدل ما يروح حدر ويروح يكون ملوث ويلوث النهر يعني تقريبا إحنا هذا الخطة هذا الموضوع يخلصنا من ستة مليون متر مكعب باليوم من المياه صرف الصحيح غير المعالجة إذا طبعا هي محصلة سنويا تقريبا مليار وشوية متر مكعب أحسنت بالضبط يعني أنا النهاية من هذا المشاريع إذا كتملت كلها لأننا لدينا استراتيجية الحد من التموث قطت هذا الموضوع وأكثر من جهة أيضا تتشتغل وأنا عندي علم أنه الآن أكو مشاريع بمختلف المحافرات بس إحنا نتمنى الصورة الكاملة للصرف الصحيح راح نتناقش بكل هذه التفاصيل يعني هاي المهمة الثقف 2030 مهم إلنا لأنه عام التنمية العالمية التنمية المشتدامة العالمية نرجع عليه ونعرف تفاصيل أحبت المشاهدين عندنا فيديو بكثير من المعلومات حول هذا الموخ أشهد هذا الفيديو راجبين ترجمة نانسي قنقر 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 أريد أسأل تعترضت على هذا الشيء قلت ممكن بلا هذا مو معلومة دقيقة الآن يا منزل بالعراق يستخدم مياه الإسانة للشرب مستحيل عدم وصول هو بس هذا سؤال شوية ماذا يسموه سؤال مصيدة احنا من نجي العم المتحدة قالت أولاً أنا يهمني دائماً أشوف فيه شيء أنا أدور على المصدر أحاول ألقاء وشوف شنو بالضبط مكتوب بيه أحياناً الإعلام يبرز الموضوع بصورة مختلفة توفير مياه الشرب يعني هل هو الدولة يعني بشكل خاص يعني مو شرط الدولة ممكن حتى قطع خاص يشتغل بهذا ممكن مصير من الدول فهل مقصود بعدم وجود المياه الشرب يعني هو مجاني لازم مجانية مياه الشرب أو لازم أنه الدولة توفرها للباب أنا أعرف أنه إحنا النهر ما لتنا تركيب تتغيرت والمشاريع الطبيعية التلقائية يعني اللي تشلنا إحنا نشتغل بها اللي هي ما تزال موجودة عدنا مشاريع كثيرة يعني في مشاريع ومحطات تكون بها لشغال البلديات أنا مو في محل الدفاع عنها نعم ولكن أنا أعرف أنه واصل المشاريع في قرى وأنا طلعت سويت رقابة على هذه المشاريع في أقصى القرى في بعض المحافظات مشاريع ومحطات موجودة المي هو مي النهر ما بيها هيان مو محطات أرو يعني مو تفصل وتنقي بشكل عالي نوعية المياه تغيرت نتيجة الزمن نتيجة قلة الكميات ونتيجة زيادة ليش المواطن ما يثقش ربنا لسالة؟ لأنه تقنية التنقية مالتها هي الطريقة القديمة والطريقة الجديدة مكلفة الآن صعب أنه أنت الدولة تتبنى كل هاي يعني تقنية التنافذ أو اللي سموه تناضح العكسي في كل مشاريع العراق هذه صعب ولكن من ناحية البكتريولوجية من ناحية جرثومية يعني عادة كلها خاضعة للفحص والرقابة ويستخدمون بيها الكلور وتعقم المياه بس من ناحية النقاوة يعني من ناحية تركيز الأملاح خلي نقول جوز تركيز الأملاح عالي خصوصا كل ما تتجه جنوبا أنا يمكن يعني في مناطق في شمال في مناطق الشمال يجوز يشربون من النار أصلا لكن كل ما إنتدى تنتجه جنوبا كمية الأملاح تتزيد تتقل جودة المياه أي بالضبط عملية المعالجة التقليدية اللي كانت سابقا تشتغل لا تشتغلوا يا الأملاح هي فقط تصفي الشوائب والتربة وتعقم المياه يعني توخر الأطيان والدقائق العالقة بفلاتر معينة وغمر وكذا وبعدها تحط شب وترسب الأطيان ثم تضيف الكلور بالتعقيم فهو بهذه الطريقة جاهز يعني وما يضر ولكن استزاغت الإنسان إلى لأنه بأملاح عالية ما راح يكون جيدا طبعا حبت المشاهدين ضمنا عبر الإسكال من محافظة ميسان الأستاذ جمعة الدراجي الخبير المائي أهلا ما سهلهم بك أستاذ جمعة أهلا ما سهلهم ساد جمعة تسمعني بشي واضح بشكل واضح أفوا جيد شباب الصوت على اللوث ساد جمعة صوته ناصي نعم ساد جمعة أريد أبدأ وياك بموضوع مهم وأنت من محافظة ميسان قبل عدة أيام حدثت في منطقة الخير بالتحديد نفوق كميات كبيرة من الأسماك كخبراء بمجال المياه هل لاحظت هناك ملوثات بالنهر بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهديك أهلا ما سهل بيك دكتور الوئي مهتر حياة كمولة بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي نعم كان هناك قبل أكثر من عشرة أيام كان هناك كارثة بيئية كبيرة حدثت في جنوب العراق في الأمور تحديداً في قناة العمشان وهذه حقيقة تكررت للمرة الثالثة على التوالي نعم كانت الأولى غير مصلر عليها الأمور ولكن هناك عدد من المسؤولين في الحصومة برروا هذا المنظور إلى الصيد الجائر صحيح للمرة الثالثة على التوالي حتى كان أصل وترب وأقول أنه لأنه كانت هناك أصبعيات مضافة إلى هذه البركة ولكن ليست هذه الأسباب الحقيقية الأسباب الحقيقية يكون أشار ريفة الكريم بأنه كل ما قلت الإصلاقات المائية كان هناك ألفحات للبيئة في الجنوب كل ما كانت هناك إصلاقات عالية وكبيرة تتجاوز المهم كان المؤشر الأول والأخير هو قلة الإصلاقات المائية بعد درجات الحرارة في الأوكسجين وما تسبب ذي هذه الكارثة الحقيقة أن المهم الأيكيولوجية ستأثر لائماً بكلة الإصلاقات المائية وبالملوثات وأساساً أن المياه القادمة إلى جنوب الحراق نعتبار إلى جنوب الحراق مناطق دنائب فأتيها المياه التي فيها تغيير كبير من الناحية الفيزيائية والكيميائية أي بتغيير نوئيتها دائماً الأعالي الأنهار تكون مياهها طالحة لكن لو أنت من المدن الكبيرة وكبريات مؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الحكمة وزارة النقر هذه ما زالت تطرح نفاياتها في الأنهار الرئيسية في الإراق استاذ جمعة اليوم نتحدث نتحدث عن مناطق أو محافظات جنوب الإراقية المحافظات النفطية وهذه الإرادات الكبيرة جداً هل من المعقول مثلاً مصافي النفط المستشفيات وغيرها ما وصلت وإحنا في سنة 2024 وميزانيات كبيرة ما وصلوا لمرحلة اليوم لتصفية اليوم الفضلات التي تخرج من عدوه أنا سمعت ضيسك الكريم يقول هذه المياه تحتاج إلى تنقية تنقية مكلفة نعم هي مكلفة لكن العلاج مكلف يا أخي في الجول الأوروطية لم يكن هناك أمراض لأنهم مجتمين بالبيئة مجتمين بنقاوة المياه مجتمين بنقاوة الهواء ولذلك تقل الأمراض أخذ لي بس فقط العلاجات الي تسبب البزنس الي والإسال كلها و اطربها على المياه العذبة و اطحها أخي اطحها مثل واطن العراقي هذه أحسن مما أنه يروح يتزعى جيسة الدواء الغالية للجهر الآن الوضع البيئي في جنوب العراق فيه تدخور مجتمر سنة بعد سنة المواطنة العراقية تطلع إلى أن الحكومة تأخذ دورها الحقيقية تقولون أنه ناقص في القرى جنوب العراق ناقص قرى لديها ثلاث ماء لا يا أخي أنا عضو كيف مصدر أنا عندي مضخة جراحية وعندي قرية جراحية عليها قرية بعيدة عن المناطق عن الثالات النواة أكثر من عشرين وثلاثين كيلو مصدرهم لشرب الماء الرئيسي هو النهر الذي طالع من هذه المضخة ويمكن مسافة عشرين كيلو فتصور كمية التغيير الفيزيوي لهذه الكمية من الماء المحدودة بالإضافة إلى أن هذه المضخة تقضع إلى المراشلة النظام المراشلة الذي تؤديها وزارة الموارد المائية وزارة البلديات يقولون أن هذه القرى غير مخدومة لعلمية متابعة إلى وزارة البلديات والله ما نفعل المنتسبة العاد نعم المنتسبة ساد جمع ما أعرف أنا أريد أسأل هذه القرى البعيدة القرى النائية التي لم تصل إلىها لحد الآن وما أوصل إلىها غير مخدومة إساءالات المياه لحد الآن مجارة قدرة أن تتصل وعند التسبيه طرف مبلطة ومبلطة معفوض من حجمها الحقيقي حتى تصل إلى أبعد مساف ومزارة البلديات البلديات هذه القرى ممتابعة وزارة الموارد المائية هذه المضخة تشتغل حتى يمكن المياه الشغل وزارة الموارد المائية أو لا هذه مو شغل وزارة البلديات نحن شغلنا نحفظ على المياه لغرب الزراعة مراشنة لكن أريد أسأل وزارة الموارد وزارة البيئة أين دورها أين دورها في هذه القرى نعم أكيد أستاذ لأي راح يجب هرجع لك أستاذ جماع هرجع لك أستاذ جماع طبعا حبت المشاهدين أن فيديو تعريفي عن تلوث المياه طبعا صادر عن أعلام وزارة البيئة العراقية شاهد هذا الفيديو راجل تلوث المياه يتمثل بدخول مواد ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الانهار والبحار والمحيطات والبحيرات والجداول ومخازن المياه الجوفية كالأباري أو طبقات المياه الجوفية مما يغير من خصائصها الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية وينتج تلوث المياه عن القاء نفايات المصانع التي تحتوي على ملوثات كالكبريت والأسبست والنترات والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية الضارة ووصول مياه الصرف الصحية التي تحمل البكتيريا الضارة واختلاط المواد الكيميائية الناتج عن عمليات التعدين بالمياه وإلقاء النفايات كالورق والألمنيوم والمطاط والزجاج والبلاستيك أو الطعام في المسطحات المائية بالإضافة إلى تسرب النفط من الناقلات البحرية ووصول الأمطار الحمضية الناتج عن حرق الوقود الأحفوري واختلاط المواد الكيميائية التي تنبعث من الأسمدة ومبيدات الآفات مع مياه من الأنابيب واختلاطها بالمياه الجوفية وتراكم الكائنات الحية البحرية التي تموت نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة واختلاط مياه الأمطار أو المياه الجوفية مع المواد المتسربة من مداف القمامة إلى المسطحات المائية رجعنا وياكم أحبة المشاهدين أستاذ لؤي السؤال ينطرح اليوم مثلا جهة حكومية تتسبب بتلويث الأنهر العراقي كوزارة الصحة وزارة النفط فرضا البلديات عن طريق المجاري هل هناك إجراءات من وزارة البيئة ضد هذه المؤسسات أقدر مثلا أشتك عليها قضائيا أو شنو الموضوع الحقيقة إحنا عندنا قانون حمال تحسين البيئة المواد بأحكام عقابية المادة 23 34 35 35 هذه الأحكام العقابية التي تنظم المخالفات بشكل عام سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص المخالفات تتمثل بالإنذار لمدة عشرة أيام لإزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة هناك أحد الخيارين خيار الأول هو وفرض غرامة لا تعتقد أكثر شي عشرة مليون شهريا تتكرر شهريا وتتراكم وهناك خيار الغلق المؤقت أو الدائم لغهين إزالة المخالفة وهذا صلاحية الوزير وهناك أيضا الذهاب إلى المحكمة طبعا نحن حاولنا نذهب إلى المحكمة باتجاه بعض المؤسسات الحكومية ولها كان الحقيقة ردت المحكمة كثير من القضايا بسبب أنه هي تعتبرها جهة حكومية مو جهة شخصية حتى تقدر تسوي بها ترفع ضدها أحكام منها أحكام جزائية بها حبس وبها غرامة الخلاصة الموضوع خلنأخذ الموضوع بهذه الطريقة أنا أفهم أنه وزارة الصحة هذه الوزارة كبيرة وعريقة وأدعى كم هائل من المؤسسات الصحية هدفها وين؟ هدفها مركزة بشكل كبير تقدم خدمة صحية للمواطنين حجم المواطنين وحجم الضغط على هذه المؤسسات الصحية كبير فهي تفكر تجيب جهاز تسوي بناية تفتح أسرة تفتح ردهات وتنسى الجانب البيئي تنسى النفايات تنسى التصاريف السائلة أنا أفهم هذا الموضوع هي لو تفكر يعني المبالغ اللي ترصد لعاية العملية هي ليست كبيرة طبعا هناك الآن ضمن استراتيجية الحد من التلوث وضمن اللجنة هذه اللي نتكلم عنها برأس الوزير وهما أيضا عندهم كثير من المشاريع اللي ينفذوها تقوم بمعالجة المخلفات وحتى في مدينة الطب اللي هواي انطرحت بالإعلام الآن اليونس يفدي ينفذ يعني مشروع لمعالجة التصاريف السائلة فأكو خطوات جيدة بهذا العطار ولكن نتأمل أنه تغطى بشكل عام بالنسبة لوزارة النفط أكو أيضا رقابة عليهم وبالنسبة التصاريف السائلة يعني محدود جدا أكو تصاريف سائلة على الأقل في النهر يعني ربما أكو جفر نفطية خصوصا بالإنتاج النفط بالأقول النفطية ما يقدرون يجيبون فاصلات تسع هذا الكمية الهائلة من المياه المصاحبة اللي تطلعوا إلى النفط فيفصلوها مباشرة ويخلوها في جفر بس احنا نشترط هاي الجفر نكون بطنة بطبقة سميكة من البولي أثلين هاي العالي الكثافة اللي يمنع أي نضوح لهذه السوائل إلى الأرض وبعدين يتعقدونه أجهات لأخذها وفصلها ومعالجها أيضا نذهب إلى القطاع الخاص هذا القطاع الحكومي يعني فرضا أحد القوانين اللي بها تناقب أنه مثلا أنتو تفرضون على أصحاب بحيرات الأسماك عدم عادة المياه مياه البحيرة إلى الأنهر في نفس الحال أن وزارة الموارد المائية تجبر وربيه ثروة سميكية بأن المياه يجب أن تعود إلى الأنهر لا أنا خلأ يعني أوضح لكم أكو لجنة هي كاتب رأسة الموارد المائية وهي عدة التعليمات الخاصة ببحيرات الأسماك والأقفاص العائمة يعني أكو ضوابط مشتركة الوزارة البيئة كانت عضوا بهذه اللجان وعدت ضوابط وتعليمات متفق عليها فما يكون تقاطع بين دورنا ودور الموارد المائية في هذا المجال ولكن إحنا أحياناً يعني يعني إحنا لازم نفهم أنه المصلحة هي مصلحة للكل لازم ننظر إليها بعدالة الموارد الطبيعية يجب أنه تدار بشكل رشيد كل الموارد الطبيعية والمياه أهمها أن تدار بشكل رشيد وعادل أن الجميع يتحمل المسؤولية اللي أدى يعني اللي يفكر بمشروع ما الأسماك يفكر بالزملاء الآخرين يفكر بالناس اللي عايش عن النهر اللي يدى مثلا هو في بداية النهر في أعالي النهر في المناطق في الصدور في المنابع يفكر بالمواطنين في الجنوب يعني بالنهاية لما كنا نتعاون ونشارك هذه المسؤولية نحافظ على النهر بشكل أكبر نعم أنتقل الآن الأستاذ جمعة دراجي كنتابعكم أستاذ جمعة أنتو كخبراء بموضوعة المياه عندكم ندوات صرفي العاصمة وبغداد في بعض المحافظات اليوم أين دوركم أنتو كأصحاب يعني اليوم من رأي بهذا الموضوع حل التقيتوا مع المسؤولين لحل مثل هذه الإشكاليات نعم أكيد يعني خلال نقام وباشر والمسؤولين ومن خلال مؤسسات من الجمع المدني ونطرح دائما نتحق عن الحلول ونطرح الحلول ونتمنى أن يفقد مثلا هناك مقترح يجد فصل المياه العذبة مياه الشروب عن مياه الاستخدامات المنزلية يعني هذا جدا ونتمنى أن أزارة البيئة أيضا اتعبط هذا الموضوع مياه الشروب يكون بجودة عالية وخالي حتى الأحياء المدخرية أو المواد فيبياوية وغيرها نعم وأيضا يكون متابعة للمياه التي تصل إلى المناطق الأصلية المناطق التي محتاجها المياه فعلا بحيث يكون متابعة وحماية المياه العذبة حماية المصادر حماية النهر حماية البحيرة حماية الخزانات المياه خاصة في شمال العراق والموصل والفرسار وغيرها هذا يجب أن يكون متابعة ومعالجتها أو متابعة من وطلت بها درجة التغير النموية المياه وهذا نقترح أيضا المناطق كما أشرح قبل قليل أيضا المناطق البعيدة التي أجمع حصولها على المياه أيضا مكاتب حقوق الإنسان باحتضار حق الحصول على المياه حق من الحقوق الإنسان أيضا هناك ناس ما وصل هل الماء أكوناس تعتمد على المياه الجراعة ويوقل بالحوضيات أو يوقل بالعبوات البلاستيكية أو المعدنية وأيضا هذه أيضا هذه متابعة هل هي طالحة فحل للمثل لا لا توجد ناس تناديم تصل إلى هذه المناطق والدولة يجب أن يكون المناطق بإمكانها أن تصل إلى هذه المناطق فعلا حتى أي موقع أي موقع للإصالة وللبك يجب أن يكون المناطق مثلا وضعفة سلسار وضعفة موات كيميائية وضعفة غيرها لمعالجاتها ووضعها بصورة نعم نعم أستاذ جمعة أكيد بكملين وحضرتك طبعا سابقا كان المواطن العراقي ينتظر الراديو أو القناة التلفزيونية وحدة أو ثمية في ذاك الوقت ولكن ما شاء الله أصبح كل مواطن هو صار مؤسس إعلامي عدة التليفون وعدة الأنترنت فهذا الفيديو القادم مواطن من قلب العاصم واغداد يوثق عمليات التلوث والإصدارات التي تخرج للأسف من مؤسسات حكومية مباشرة إلى النهار دعونا نشاهد هذا الفيديو راجع نظروا إلى المياح الملوثة إلى جانب نهر دجرة ونحن أمام مدينة الطب إخواني نظروا إلى المياح الملوثة باعوا إلى الماء الملوث مياه المجارية التي تلقى في نهر دجرة حتى تسممه وتسمم أسماكه وتسمم أهل العراق إخواني إلى محافظة بغداد وإلى أمانة بغداد يا أبا وينكم وين شغلكم وين محطات معالجة المياه الثقيلة وين محطات معالجة المياه السامة وينكم وين شغلكم وين ثقلكم باعوا 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 إخواني باعوا إلى التلوث اللي موجود كل هذا التلوث اخواني شوفونا الى جانب النهر هذا التلوث وهذا اللي جوز زورك تلوث اخواني وهي مدينة الطب وتلاعظون واحنا فوق جسر مدينة الطب طبعا تقديري واحترامي الى كل من يفهم كلامي اينك يا امانة بغداد اينك ومحطات الوس ووتر معالجة المياه وين معالجة المياه اخواني الذبون المياه العازنة الذبون المياه الثقيلة بنهر دجلة تلوثون المياه ليش وين الحرام وين الحلال وين الامانة وين الصدق اخواني انظروا الى التلوث في نهر دجلة واحنا بجانب وزارة الدفاع انظروا الى التلوث في نهر دجلة واحنا بجانب وزارة الدفاع اخواني انظروا الى المياه الثقيلة التي تلقى في نهر دجلة اينك يا امانة بغداد اينكم يا امين بغداد اينكم يا محافظ بغداد اين الحق اين حق العراقيين تلوتون المياه وتسممونها لماذا اين محطات الووسوتر يا امانة بغداد أين محطات الوست ووتر يا محافظة بغداد أين محطات معالجة المياه تلقون المياه الثقيلة في النهر دجلة أين الحرام أين الحلال أينكم من الحق رجعنا إلىكم أحبة المشاهدين سؤال هذا في وسط العاصم هذا الفيديو مدن عالمية مثلا لندن خاريس صار بها مصيف يعني هل صار فيه مليار والتسميد في يورو لا لا على تنظيف النهر وبعده والآن اللاعبين دي عانون دي عانون ومجتمع الترنسي سوى حركة معينة سوى حركة أو هم دي عانون سوى المدن المتطورة كيف تصرف مياه الصحية وانا قلت لك هذا الكلام احنا الآن يعني ما ننطي عذر أو مبرر لأي حالات لكن يعني المفروض انه التلوث نهد منه ضمن ستراتيجية الحاد من التلوث احنا حتى يكون عندكم اطلاع وزارة البيئة منذ تأسست ومنذ حتى من الثمانينات هي كانت ادى خطة مسح المصادر المائية وتجددت في عام 2006 ولا تزال موجودة احنا عندنا تقريبا 75 محطة هال المحطة هي نقطة لسحب المياه شهريا طبعا وزارة البيئة دائرة الفنية قسم مراقبة نوعية المياه ومديريات البيئة في كل المحافظات كلها مشتركة بهذا البرنامج شهريا اكو مرة او مرتين في كل نقطة من هالنقاط مثلا على نهر دجدة كذا واربعين نقطة على الفرات 22 نقطة على كل الانهر حتى الانهر الفرعية الغراف شط العرب هكو خمس نقاط هذه النقاط محضوطة بشكل مدروس وهناك عينتين بشهر تأخذ تفحص التي دي اس والعناصر الثقيلة والدي او والبي اتش وهذا المشروع مستمر الان الدائرة المعنية ايضا سوت مشروع من ضمن البرنامج الحكومي انت تقريبا مليار دينا على مدى سنتين لجلب اجزة محمولة لفحص العناصر الثقيلة لنفس هذه المحطات تكون جولات يعني جولات طبعا طبعا الفرق تطلع شهريا وكل المحافظات تشترك بي احنا دا نجيب اجزة جديدة من اكثر محافظة متأثرة بالتلوث الماء والله انا سمي احضرني الارقام ولكن انا بالنسبة الي طبعا انت كل ما تتجه بالجنوب انت تعرف نهر دجلة يعني حتى اعطيك اضاءة نهر دجلة يدخل الى الاراق بتركيز تي دي اس تي دي اس هو يسموه الدقائق التوتال الذائبة التوتال دي زولت سولت المواد الصالبة الذائبة هو معيار لمدى نقاوة المياه فيدخل النهر الى الى الاراق بتركيز بحدود ميتين جزء من المليون صالح للشربة توقف طبعا جدا نقي يوصل الى بغداد الى حد حدود الـ 500 و600 تضاعف اكثر من ضاعف يوصل الى منطقة 1800 او 1700 احتى تعرف تختلف صيف وشتة وهذا في منطقة الغراف او في يعني في تقاطع في جلوب قبل ما يوصل شرط العرب كيف يوصل؟ 1800 1800 يعني كم مرة ينسيت يعني انت تتخيل هذا اما نتيجة تبخر اما نتيجة احنا ننظيف لأحمال على اكثر شو؟ املح اكثر احنا ننظيف ليلة هو احيانا البازل مياه البازل تعرف تقسل التربة والتربة بها ملح هذا لا يوجد من الزراعية مبيدات فالمياه البازل طبعا على الفرات كل هذا تروح على المصر بالعام لكن المصر بالعام لكن في دجلة خصوصا فيها عالي دجلة كل هذا ترجع الى نهر دجلة الرزازة الهدور في زيادة التملح صح ليس الرزازة سرسار في زيادة التملح النهر وهكذا حتى الفرات الفرات يدخل 400 ويسعد بالمرور بالزمن يعني بهذا فاحنا طبعا الحصص المائية حصص الارواق لازم مشاريع التبطين احنا حالة الان التكيف مع التغيير المناخ التغيير المناخي واقع عالمي لن يعني حتى كل اجراءات العالم بخفض الانبعاثات لن تغير هذا الواقع بعد خمسين سنة نعم راح تجينا اشد نعم ننتقل الى الدراج استاذ جمع انت من منطقة معروفة باليوم بالزراعة ومنطقة جراعية هل لاحظتم هناك حالات تسمم حالات مرضية لبعض المواطنين في المنطقة اللي يتساكن بها بسبب المياه؟ نعم هذا ما حدث في مدينة الميمونة هذا العام لما كانت بلدية محافظة ميسان مركز المدينة تطرح المياه الآسنة في نهر اللي بسيرة او نهر العريب اللاحظ الى مدينة الميمونة وهذه اشرتها المؤسسات الصحية في محافظة ميسان وهناك ارقام كبيرة كانت تسلفت بالامراض الجلدية والسرطانية وحتى حد الأشخاص قعد محث بصير استطاع ان يحصي الحالات المرضية قبل ما تطرح بلدية الأمارة هذه النفايات وبعدها وكان المتلكي لاحظ الفرق كان كبير الآن محافظة ميسان استطاعت ان تؤمن هذه الاتقامية وتطرحها خارج النهر بانشاء خط ناقل الى هور الجين نحن هناك حديث هذا متاع وهناك الحديث من هذه القضايا ولكن الخطر المسلم الذي يجب ان يمعشر ان هذه المياه الآسنة والمولحة والمزيرة النوعية لما تدخل الى الاهوار الاهوار عالم بيه الكبير وبهي مدخلات وبهي مخرجات وهذه بيه نظام ايتيولوجي مهم وبيه نظام احياء كبير وحقيقا ان هذه المناطس الوطب هي محمية من اتفاقية حماية التنوع البيولوجي المقرة سنة 1992 وفي مكان الاراض من خلال هذه الاتفاقية ان يطالب دوليا بتحميل حصة مائية دولية الى هذه المواقع الرضبة المحمية وصفة قانونية دولية صحيح لأن هناك نظام احيائي بيولوجي كبير الآن هو في طريقة الى الامحلال ويعني دعت من النظام الاحيائي يعني حتى الحيوانات الكبيرة بحجم الجاموس الآن يعني صار أكثر من ثلاث سنوات في طريقة الى السنة فصل هذا مؤشر لدى وزارة الجراعة ومستشفيات البيطرة اذا العراقي يجب ان يشكل خلية ازمة لمراقبة المياه كما اشعر ضيفك من الشمال الى الجنوب ومراقبة مراقبة يعني دقيقة انا حقيقة يحزنني لما يقول ضيفك ان وزارة المزارة البيئة لديها قانون حماية تحسين البيئة لكن هي غير ملجمة للمؤسسات الدولة الكبيرة مثل وزارة الاصطحاء ووزارة البلاديات استاذ جمع استاذ جمع مخصتك استاذ جمع يعني قصد مو موضوع ما قلت يتقول يعني انه بالمحاكم ما تمشي لانت قاعد تشتكى على جهة حكومية اي بالضبط يعني شون عنديوه أمسي استاذ جمع ثوان حفو اشتادني طبعا سعيد ب ولكن يفكر ان يذهب الى المشرع العراقي الى البرلمان لازم ايجاد قيضة قانونية او حل مهم يعني انا هسا لو كنت مواطن بطير واذهب الى الوزير وأقول له انا يا وزير البيئة سيادة الوزير انا وضررت مو بتحوانات وضررت عائلتي وضررت المتكون الاحياء الموجود عندي وضررت حالي وانسى بدرجة وزير بإمكانك تذهب الى الحقومة نعم استاذ جمع خلينا اطفرصة باستاذ لوي استاذ الفاضل يعني سعيد يعني لطرح هذا الموضوع وسعيد بالاستماع لكلامك المهم والاساسي وخصوصا فيما يتعلق بالاراضي الرطبة والنظمة الايكولوجية المهمة بالعراق اولا يعني للتوضيح القانون ما يعني ما لا علاقة قطع عام او خاص اي منشأ او اي نشاط هو يحاسبه على السواسية السواسية شنو هو انذار وغرامة وغلق مؤقت اوداني لكن الان خل اقول لك الغرامة تتنفذ راح تتراكب الغرامة على المؤسسة الحكومية تتفعها ايه غرامة طبعا تتتغرب وتتفعها طبعا هي بالنهاية للمالية هي بالنهاية هاي الغرامات مو الوزارة البيت روح لا وزارة المالية احسنتم ولهذا ماكو يعني بس هو المفروض الادارة العليا يعني الوزير المعني يقول له يا باتل ايش دا تتفعها القدر ليش دا تخسر المالية هذي من منزانية الوزارة صحيح؟ صحيح فالمفروض يعني يقول له لا سوي اجراء ليش دا تخسر هاذا هي الغاية من الغرامة هو الردع نعم مو الغاية العقوبة يعني اثنين الغلق الغلق المؤسساتها ممكن تتنفذ بها الغلق هالستصدل القرار بغلق المستشفى مصفى الدورة هل ممكن تطبيقها على هذا الواقع؟ الآن اصلا اصلا احنا المفروض نطلع اتفضل اكو احنا لازم نطلع من مفهوم يعني مفهوم الحكومة النقابية في الحكومة شنو النقابية؟ يعني وزافة البيئة يهمها جدا التنمية النفطية يهمها جدا تنمية الصحية ولكن بالشروط البيئية احنا مو ضد وزارة الصحة مو ضد وزافة النفط مو ضد اجوال البلد حتى احنا كحكومة واحدة احنا كمؤسسات حكومية واحدة المفروض نعمل مع بعض مثل ما ان يهمني التنمية الاقتصادية بالبلد تنمية البيئية تهمني طبعا نتمنى الوقت ان يسحتنا ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم كل تحية للمهندس الاستاذ لأي صادق المختار المتحدث باسم وزارة البيئة شرفتنا لأول مرة في البرد الله يخليكم للشرف وأكيد كل التحية والشكر الاستاذ جمعة الدراجي الخبير المائي من محافظة نيسان شكرا جزيلا على هذه المعلومات والله الموضوع لا يحتاج عقوب ولا يحتاج خاصة المؤسسات الحكومية ومدراء المستشفيات ومدراء المصافي الموضوع تازو ضمير كمية المخلفات الطبية المواد المسطرطة الأدوية وغيرها ترمى بهذا الشكل على النهر وإذا راح تشرب وإذا قالتك من هذا النهر بالنهاية فهي سالفة ضمير لا أكثر ولا أقل أحبت المشاهدين هنا تبقى حلقتني لهذا اليوم من برنامج رب السواد ننتقيكم بحلقات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة